نفذت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية الجازر ملتقى الأسرة والمجتمع الأول حيث يهدف الملتقى إلى معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية بالمجتمع وتوعية أفراده بطرق الوقاية منها كما تم تناول أوراق عمل تضمنت العديد من المواضيع التي تعنى بالمجتمع بالإضافة إلى تقديم محاضرة عن مهارات تربية الأبناء ومناقشة أبرز المشكلات لدى الأسرة